بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه والصلاة والسلام الأتمام على خير خلق الله وإمام أنبيائه وخاتم رسوله سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آل بيته وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد معشر المسلمين فمن رحاب بيت الله الحرام ومن جوار كعبته المعظمة ما تزال هذه المجالس منعقدة في كل ليلة من ليالي الجمعة في عرض موجز ومضامين كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ما يزال هذا المجلس متتابعاً في كل ليلة من ليالي الجمعة نلتمس بركتها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم مستجيبين لترغيبه وحثه صلوات الله وسلامه عليه إذ يقول أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي وهو القائل في البشارة عليه الصلاة والسلام فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما صلى عليه المصلون وصلى الله عليه وسلم عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وهذا المجلس الذي يأتي تباعاً استكمالاً لمجالس سبقت في عرض مضامين الكتاب وقد تقدم بكم أيها المباركون أن الباب الأول من كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان المرويات في أحاديث وآثار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها وصيغتها وتقدمت منها جملة جعل منها فصلاً للأحاديث المرفوعة ساق فيها الروايات والمخارج وعدد الطرق وتكلم عنها وجعل الفصل الثاني في الآثار الموقوفة والمقطوعة وما يتعلق بها أما الباب الثاني هو صلب الكتاب المعقود لبيان الفاضي صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تشرحها وتبين معناها وهو الذي نتوجه إليه حقيقة في صلب هذا الكتاب أن يكون أحدنا معشر المسلمين الذين يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وحين نصلي عليه في التشهد الأخير داخل الصلوات نصلي عليه كل ما سمع نسمه في الأذان والخطب وفي كل مجال أن نقول صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فجعل المصنف رحمه الله الباب الثاني من الكتاب كما تقدم في مجالس سبقك لتناول ألفاظ هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وشرحها كلمة كلمة في فصول عشرة تقدم منها الفصل الأول المتعلق بشرح لفظة اللهم وتقدم الفصل الثاني الذي تناول فيه معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى وأي معنى تكون سواء كانت الصلاة العامة أو الصلاة الخاصة على الأنبياء والرسل عليهم السلام ثم تناولنا قوله محمد وهذا الاسم الكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم ودلالته وما معناه ومن أين جاء الحمد منه وعليه صلى الله عليه وآله وسلم في معنى بديع تقدم في المجلس السابق ثم تناولنا في الفصل الرابع معنى آل محمد من آل بيته عليه الصلاة والسلام وما أقاويل أهل العلم في تحديدهم والخلاف الذي ذكره العلماء في بيان معنى آله عليه الصلاة والسلام وعطفاً على ذلك ختم الفصل الرابع رحمه الله بذكر أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين وهذا المجلس الليلة معقود لبيان الفصول التالية من هذا الباب الثاني ومطلعها الفصل الخامس في ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لأنك تقول صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فتكلم في هذا الفصل عن خليل الله إبراهيم عليه السلام قائلاً إن إبراهيم بالسريانية معناه أب رحيم إبراهيم أي أب رحيم قال والله سبحانه جعل إبراهيم عليه السلام الأب الثالث للعالم فإن أبان الأول آدم عليه السلام والأب الثاني نوح عليه السلام وأهل الأرض كلهم من ذريته كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين قال فالأب الثالث أب الآباء وعمود العالم وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلاً وجعل النبوة والكتاب في ذريته ذاك خليل الرحمن وشيخ الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل بنه وهما يستقسمان بالأزلام فقال عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس دون لفظة شيخنا قال لم يأمر الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة أحد من الأنبياء غير إبراهيم فقال ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين وكما أمره الله أمر أمته قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وملة منصوب على إضمار فعل أي يتبعوا والزموا ملة إبراهيم وقال أيضاً كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا بهذا الذكر والدعاء أصبحنا على فطرة الإسلام وكريمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين هذا الربط الكريم من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته بأبيه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام له دلالات تربطنا أمة الإسلام بهذا النبي الكريم أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هذه نماذج يعرضها ابن القيم رحمه الله لبيان العلاقة الحميمية بين نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل للرحمن عز وجل مع خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام هذان الخليلان تربطهما علاقة وثيقة تفوق علاقة النسب الذي يتصل فيه نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بجده الخليل إبراهيم عليه السلام ها هنا نقاط التقاء عظيمة جليلة بين الخليلين محمد وإبراهيم عليهما وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم السلام قال تأمل في هذا الدعاء كيف جعل الفطرة للإسلام فإنه فطرة الله وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وجعل الملة لإبراهيم عليه السلام فإنه صاحب الملة وهي التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له ومحبته فوق كل محبة وجعل الدين للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن سمى الله إبراهيم عليه السلام إماما وأمة وقانتا وحنيفا قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فأخبر أنه جعله إماما للناس وأن الظالم من ذريته لا يبلغ رتبة الإمامة قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه جتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ما معنى أمة إن إبراهيم كان أمة قال ابن القيم رحمه الله الأمة هو القدوة المعلم للخير قانتا القانت المطيع لله الملازم لطاعة الله حنيفا المقبل على الله تعالى المعرض عما سواه ومن فسر الحنيف بمعنى المائل لم يفسره بنفس موضوع اللفظ بل بلازمه فإن الحنف هو الإقبال ومن أقبل على شيء ما لعن غيره ولا بد والمقصود أن إبراهيم عليه السلام هو أبونا الثالث وهو إمام الحنفاء وتسمية أهل الكتاب له عمود العالم وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتوليه ومحبته عليه السلام كان خير بنيه سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم كان يجله ويعظمه ويبجله ويحترمه وهذا ملحوظ في جملة وافرة من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وعرض منها المصنف جملة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا خير البرية فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم وسماه شيخا كما تقدم وثبت في صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم محشورون حفاتا عراتا غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ومن مناقبه أيضا خليل الله إبراهيم عليه السلام أنه كان نبينا عليه الصلاة والسلام أشبه الخلق به كما في الصحيحين قال رأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس شبها به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وفي لفظ آخر قال فانظروا إلى صاحبكم عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يعوذ أولاد ابنته فاطمة الحسن والحسين رضي الله عنهما بتعويذ الخليل إبراهيم عليه السلام لابنيه إسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباك ما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كان الخليل إبراهيم عليه السلام أول من قرى الضيف وأول من اختتن وأول من رأى الشيء فقال ما هذا يا رب قال وقار قال رب زدني وقار والحديث أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف قال ابن القيم رحمه الله تأمل ثناء الله سبحانه على إبراهيم عليه السلام في إكرامه ضيفه من الملائكة هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ثم ذكر ابن القيم هذا الثناء الإلهي من ربنا سبحانه على خليله إبراهيم عليه السلام في هذه الآيات من وجوه متعددة ذكر منها ابن القيم رحمه الله خمسة عشر وجها تضمنت الآيات إبرازها في الثناء على كرم وضيافة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال وقد شهد الله سبحانه أنه وفى ما أمر به فقال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى قال ابن عباس رضي الله عنهما وفى جميع شرائع الإسلام ووفى ما أمر به من تبليغ الرسالة عليه السلام قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله إماما للخلائق أتمون به وكان إبراهيم عليه السلام كما قيل قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للظيفان ولما اتخذه ربه خليلا والخلة هي كمال المحبة وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل إلى أن قال وإبراهيم عليه السلام هو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل وكسر حججهم ذكر الله مناظرته في القرآن ومناظرته مع المشركين وكسر حججهم بأحسن مناظرة فقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء قال زيد بن أسلم وغيره بالحجة والعلم ولما غلب أعداء الله معه بالحجة وظهرت حجته عليهم وكسر أصنامهم وكسر حججهم ومعبودهم هموا بعقوبته وإلقائه في النار هذا شأن المبطلين إذا غلبوا وقامت عليهم الحجة هموا بالعقوبة كما قال فرعون لموسى لا إن اتخذت إلها غيري لأجعل النكى من المسجونين أضرموا النار لإبراهيم عليه السلام وألقوه في المنجنيق فكانت تلك السفرة كما يقول ابن القيم من أعظم سفرة سافرها وأبركها عليه فإنه ما سافر سفرة أبرك ولا أعظم ولا أرفع لشأنه وأقر لعينه منها في تلك السفرة عرض له جبريل بين السماء والأرض فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا والحديث أخرجه الطبري في تفسيره مقطوعا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبون الله ونعم الوكيل قالها نبيكم وقالها إبراهيم حين ألقي في النار فجعل الله النار بردا وسلاما عليه إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله وأذن في الناس بحجه وهذه نقطة التقاء وثيقة بين الخليلين محمد وإبراهيم عليه السلام هنا في مكة في بناء الكعبة وما يتصل بتطهيرها وإقامتها على التوحيد الخالص ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده انبثاقا من هذه البقعة الطاهرة فإبراهيم بانيها بأمر الله المؤذن إليها بالحج كما أمر الله عز وجل وأذن في الناس بالحج وجعل الله هذا البيت وهذه البقعة المباركة مهبط الوحي ومولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال فكل من حج البيت أو اعتمر حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله تعالى وإكرامه بعدد الحجاج والمعتمرين قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قال ابن عباس مثابة يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا يعني لا يشبعون ولا يملون كل ما جاءوا إليه اشتاقوا للعودة مرة أخرى إليه فأمر الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى للاقتداء به وإحياء آثاره صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم مناقب هذا الإمام الأعظم كما يقول ابن القيم رحمه الله أجل من أن يحيط بها كتاب وإن مد الله في العمر أفردنا كتابا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله أو أقل جعلنا الله تعالى ممن ائتم به ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه قال ابن القيم وقد روى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقع لنا متصل الرواية إليه ورويناه في كتاب الترمذي وغيره من حديث قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الترمذي هذا حديث حسن ختم به المصنف هذا الفصل في إشارة لطيفة إلى رواية وقعت لنا أمة الإسلام متصلة السند بخليل الله إبراهيم عليه السلام من خلال رحلة الإسراء والتقاء المصطفى صلى الله عليه وسلم به ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الفصل السادس في ذكر مسألة كثر فيها كلام العلماء ودقق النظر في أمر غامض دقيق خفي يتعلق بالصيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أننا نقول فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم الذي نطلبه من الله صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كمثل صلاته على إبراهيم عليه السلام وبركة لنبينا صلى الله عليه وسلم كمثل البركة التي كتبها الله لنبيه إبراهيم عليه السلام فماذا يفهم من هذا؟ يقتضي التشبيه في اللغة أن المشبه به أعلى من المشبه لما تقول أعطي فلانا كمثل فلان فإنك تطلب أن يتساوي المشبه بالمشبه به فدائما في التشبيه يكون المشبه به أعلى وهذا يقتضي أن إبراهيم عليه السلام أعلى قدرا أو ثناء عند الله أو مكانة من نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا يحتاج إلى إجابة لأن النصوص قد تضافرت على تفضيل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن الله خصه بمناقب وفضائل ومكارب ارتقى بها على كل الأنبياء عليه السلام وعليهم السلام جميعا لكن هذا يحتاج إلى جواب ولهذا قال الفصل السادس في ذكر المسألة المشهورة بين الناس وبيان ما فيها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم فكيف طلب له صلى الله عليه وسلم من الصلاة ما لإبراهيم عليه السلام مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه فكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين ذكر رحمه الله تعالى جملة من إجابات أهل العلم ضعفها أو بين وجوه ما يتطرق إليها من ضعف وخلل وختم بالجواب الذي يراه راجحا وسأعرض خلاصة هذا في الدقائق التالية قال في الجواب الأول هذا بمعنى أن الصلاة التي قال فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم قال الطائفة هذه الصلاة علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم يعني هذا كان متقدما فلما علم عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم لم يكن هذا الجواب منه يقول ابن القيم ولو سكت قائل هذا لكان أولى به وخيرا له فإن هذه هي الصلاة التي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام إياها لما سألوه عن تفسير الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال فعلمهم هذه الصلاة وجعلها مشروعة في صلوات الأمة إلى يوم القيامة ونبينا لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم ذلك وبعده ثم قال وقال الطائفة أخرى هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا يعني ليست المقصود هنا تشبيه الصلاة بالصلاة بل المقصود السؤال له من الله أن يبلغه رتبة الخليل كما بلغ بها إبراهيم عليه السلام قالوا في الصحيح ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن قال ابن القيم هذا الجواب من جنس ما قبله لأن مضمونه أن بعد أن اتخذه الله خليلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه وهذا من أبطل الباطل قول ثالث لطائفة أخرى أن هذا التشبيه راجع إلى المصلي أنا وأنت كل من يقول اللهم صلي على محمد أن هذا الثواب أو هذا التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من ثواب الصلاة عليه بمعنى أننا نطلب من ربنا ثوابا وهو أن يصلي عليه كما صلى على آل إبراهيم ليس المقصود بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن المطلوب له من الصلاة أجل وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين قال ابن القيم هذا من جنس ما قبله أو أفسد فإن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلي بل فيما يحصل للمصلى عليه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولولا أن هذه الوجوه وأمثالها قد ذكرها بعض الشراح وسودوا بها الطروس يعني الكتب والمصنفات وأوهم الناس أن فيها تحقيقا لكان الإضراب عنها صفحا أولى من ذكرها فإن العالم يستحي من التكلم على هذا والاشتغال برده ثم عرض جوابا رابعا فقال وقال الطائفة أخرى التشبيه عائد إلى الآن فقط وأن الكلام تم عند قولك اللهم صلي على محمد ثم تقول وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فالتشبيه هنا لآله وليس له عليه الصلاة والسلام قال وهذا نقله العمراني الفقيه عن الإمام الشافعي وهو باطل عليه قطعا فإن الشافعي أجل من أن يقول مثل هذا ولا يليق هذا بعلمه وفصاحته فإن هذا في غاية الركاكة والضعف ثم بيّن أن الروايات الواردة جمعت بين الصلاة عليه والتشبيه بالصلاة على آله كما في قوله اللهم صلي على محمد كما صليت على آل إبراهيم مباشرة وقال إن هذا في اللغة أيضا لا يستقيم لأن العامل في قوله كما صليت يتعلق بما عطف عليه ولا يستقيم فصل الكلام على ما تم به تقرير هذا الجواب قبل قليل ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى جواب خامس قال الطائفة أخرى إن النبي عليه الصلاة والسلام له من الصلاة الخاصة به التي لا يساويها صلاة ما لم يشركه فيها أحد والمسؤول له في الدعاء إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافا إليه ويكون هذا القدر الزائد مشبها بالصلاة على إبراهيم وليس مستنكرا أن يسأل للفاضل فضيلة أعطيها المفضول منضما إلى ما خص به من الفضل الذي لم يحصل لغيره مثل أن يعطي السلطان رجلا مالا عظيما ويعطي غيره دون ذلك المال فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما أعطى من هو دونه ليزداد إضافة فوق إضافة فيحصل له من مجموع العطاء أكثر مما حصل لغيره قال ابن القيم هذا أيضا ضعيف لأن الله أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ثم أمر بالصلاة عليه ولا ريب أن المطلوب من الله هو نظير الصلاة المخبر بها ليس ما هو دونها وانتقل بعد ذلك إلى جواب سادس قال الطائفة التشبيه المذكور في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في كيفيتها فالمسؤول في الطلب والدعاء يرجع إلى الهيئة لا إلى قدر الموهوب كما تقول للرجل أحسن إلى ابنك كما أحسنت إلى فلان وأنت لا تريد قدر الإحسان وإنما تريد أصل الإحسان ويحتج لذلك بقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك ولا ريب أنه لا يقدر أحد أن يحسن بقدر ما أحسن الله تعالى وإنما المراد أصل الإحسان لا قدره ومنه قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وضرب أمثلة في شواهد من كتاب الله الكريم على هذا النحو ومنه في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير فالتشبيه هنا في أصل الرزق لا في قدره ولا كيفيته ونظائر ذلك هذا الجواب قد يبدو وجيها لكن ابن القيم رحمه الله ضعفه أيضا لوجوه قال أن ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنى والمساوي فلو قلت أحسن إلى ابنك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك لكان جائزا ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لكان يمكن أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل أبي أوفى مثلا فلماذا يخص إبراهيم عليه السلام فهذا يقدح في الجواب على هذا التقرير وذكر وجوها أخرى في التفريق بين الخبر وبين الطلب في التشبيه والمشبه به مضعفا به هذا الوجه وانتهى إلى جواب يراه رحمه الله تعالى أرجح من غيره بقوله قال الطائفة أخرى إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاة صلاة من صلوات المصلين يعني أنا أقول اللهم صل على محمد وأنت تقول اللهم صل على محمد وثالث في الأمة ورابع وعاشر وألف ومئة ألف وأبعاف ذلك فيحصل من كل واحد منا في الأمة طلب مجموع ذلك يتضاعف فيكون القدر الحاصل لنبينا عليه الصلاة والسلام وإن طلب بالمشابهة بما حصل لإبراهيم لكنه يتضاعف بتضاعف صلوات المصلين عليه صلى الله عليه وآله وسلم فكل مصل صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصلاة فقد طلب من الله أن يصلي عليه مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم فإذا حصل من ذلك مجموع أبعاف مضاعفة لا تعد ولا تحصى وانتقل بعد ذلك رحمه الله مبينا عدم ارتضائه هذا الجواب تماما انتقل إلى جواب ختم به الفصل فقال آل إبراهيم لما نقول كما صليت على آل إبراهيم من آل إبراهيم؟ قال آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين لا يوجدوا في آل محمد مثلهم فإذا طلبنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولآله صلاة مثل ما لآل إبراهيم وآله وفيهم أنبياء حصل لآل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء من ذرية إبراهيم وآله تبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له مزية ما لم يحصل لغيره قال وأحسن من ذلك أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم هو من ولده بل هو خير آل إبراهيم كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قال ابن عباس محمد من آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري وكذلك وسنده حسن قال هذا نص فإذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم في آل إبراهيم فدخوله صلى الله عليه وسلم أولى طيب وإذا فهمتم هذا فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم يتناوله عليه الصلاة والسلام لأنه من آل إبراهيم ثم قد أمرنا الله أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم فيحصل لآله من ذلك ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلم فإذا لما نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فإننا صلينا عليه مرتين مرة بخصوصه صلي على محمد وطلبنا له من الصلاة مثل ما لإبراهيم وهو داخل معهم ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ورسولنا عليه الصلاة والسلام معهم أكمل من الصلاة التي تحصل له دونهم فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم الذي هو أفضل مما لخليل الله إبراهيم عليه السلام وحينئذ يظهر فائدة التشبيه وجريانه على أصله وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم من المطلوب له بغيره فإذا كان المطلوب بالدعاء هو مثل المشبه به وله منه أوفر نصيب صار له من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم وغيره وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره فظهر بهذا فضله وشرفه على إبراهيم وعلى كل من آله وفيهم النبيون وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له وهي من موجباته ومقتضياته فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد انتقل بعدها المصنف إلى الفصل السابع وذكر فيها أنه ذكر في الحديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كمثل الصلاة على آل إبراهيم وقال رحمه الله إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها مصرحة بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وبذكر آله وأما في حق مشبه به وهو إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون أن يذكر إبراهيم أو بذكر إبراهيم فقط دون ذكر آله ولم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد وساق الفصل في بيان هذا المعنى وقد أشار المحقق للكتاب أن هذا من المصنف رحمه الله تعالى وهم تبع فيه في نفي ذلك شيخه شيخ الإسلام بن تيمية وقد تعقب الحافظ الحنبلي بن رجب في القواعد الفقهية شيخ الإسلام في ذلك وتعقب الحافظ بن حجر في شرحه فتح الباري الإمامنا القيم في ذلك أيضا وأن الأحاديث الصحيحة بل وردت بالجمع بين الصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم وبذلك لا يستقيم ما قرره في هذا الفصل وأما الفصل الثامن الذي عقده بعده فإنه تناول فيه رحمة الله عليه مسألة لطيفة تتعلق بختام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأننا نقول في آخرها وبارك على محمد وعلى آل محمد وذكر البركة هنا وأن حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار البركة النماء والزيادة والتبريك الدعاء بالبركة فإننا نطلب من الله بركة في صلاتنا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله كما كانت البركة حاصلة لإبراهيم وآل إبراهيم عليه السلام قال المصنف رحمه الله والمقصود بقولك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم هذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطى الله لآل إبراهيم وأن يدوم ويثبت له ومضاعفته له وزيادته هذا حقيقة البركة كما جاء في معاني النصوص الأخرى التي جاء فيها ذكر البركة في آل النبي إبراهيم الكريم عليه السلام ما البركة التي جعلها الله في إبراهيم وآله حتى تطلب في الدعاء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عدد ابن القيم رحمه الله جملة لطيفة منها قال لما كان هذا البيت المبارك يعني الكعبة أشرف بيوت العالم على الإطلاق قصهم الله تعالى بخصائص جعل فيهم النبوة والكتاب فلم يؤت بعد إبراهيم نبيا من النبوة إلا من أهل بيته ومنها أنه جعلهم آئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة ومنها أنه اتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهم الصلاة والسلام وقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ومنها أنه جعل سبحانه صاحب هذا البيت إماما للعالمين وأجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لهم وحجا وأمر عباده أن يصلوا على أهل هذا البيت كما صلى على أهل بيتهم وسلفهم وهم إبراهيم وآله وهذه خاصية لهم وأخرج منهم الأمتين العظيمتين ألتين لم تخرج من أهل بيت غيرهم أمة موسى وأمة محمد وأمتنا تمام سبعين أمهم خيرها وأكرمها على الله ومنها أنه جعل أهل هذا البيت فرقانا بين الناس فالسعداء أتباعهم ومن تولاهم والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم وجعل سبحانه ذكره مقرونا بذكرهم فيقال إبراهيم خليل الرحمن ورسوله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى كليم الله وقال سبحانه يذكر بهذه النعمة ورفعنا لك ذكرك جعل سبحانه وتعالى أيضا كل طريق إليه مسدودا بينه وبين العالمين ولم يفتح لأحد قط إلا من طريقهم وبابهم وخصهم بما لم يخص أهل بيت سواهم من العالمين وجعل سبحانه من خواصه من توحيده ومحبته والاختصاص به ما لم يخص به أهل بيت سواهم ومكن لهم في الأرض وأيدهم ونصرهم وما حبهم من آثار أهل الضلال والشرك وما يبغضه سبحانه ويمقته ما لم يتحقق بسواهم ثم ذكر رحمه الله أن من بركات أهل هذا البيت أنه سبحانه أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على أهل بيت غيرهم ورفع العذاب العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم وأما قولنا في آخر الدعاء إنك حميد مجيد فلأن هذين الإسمين من أسماء الله يتضمنان معنى مناسبا للدعاء بالصلاة والبركة فإن حميد فعيل من الحمد بمعنى محمود ومجيد من المجد وهو العظمة والسعة والجلال فهو دال على صفات العظمة والجلال ولأننا في دعائنا نطلب الصلاة على النبي وهي الثناء والتكريم ورفع الذكر وزيادة الحب كانت مجتملة على معنى الحمد والمجد فكأن المصلي طلب من الله أن يزيد في حمده ومجده لأن الصلاة نوع حمد وتمجيد فذكر هذين الإسمين المناسبين وهم الحميد والمجيد مناسبا للدعاء الذي نقول فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتم بهذا للمصن في الفصل التاسع وجعلها قاعدة ختم بها الفصل العاشر في تمام الباب الثاني في مناسبة الأذكار والدعوات بأن تختم من أسماء الله الحسنى بما يليق بها في المعنى الملائم لها تم الباب الثاني وهو صلب الكتاب كما تقدم وفي الكتاب أبواب أخر نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى هذه الليلة المباركة أمة الإسلام حقها أن ننهل من بركاتها وأن نحوز من خيراتها وأن نقبل فيها على كثرة من صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم حبا له ووفاءا وأداء لبعض حقه علينا وأداء لواجب يزيد في إيماننا ويقربنا من ربنا ونستنزل بها أضعافها عشرا من صلوات ربنا علينا كلما اشتغل عبد بالصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام أمطرته صلوات ربه بعشرة أضعافها فاللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه وارزقنا إله بالصلاة والسلام عليه كرامات ودرجات رفيعة في الدنيا والآخرة ربنا تقبل منا الصيام والقيام وأعن على صالح العمل واختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعطق من نارانك يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين